تحدثت في أكثر من مناسبة عن هذه المسألة المهمة والمهمة جدا قبل أن ألج في تفاصيل الموضوع هناك قضية مهمة لا بد من الإشارة إليها من أن الأجواء الحسينية عموما وعبر تأريخ الغيبة الكبرى لم تتشكل وفقا لما أراده أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الحقيقة الموضوع واسع تفاصيله كثيرة لكنني سأجمله بقدر ما أتمكن إذا ما دققنا النظر فيما جاء عن نبينا والأترة الطاهرة صلوات الله عليهم فيما يرتبط بالمشروع الحسيني أئمتنا أرادوا منا أن نحيي أمر الحسين والسؤال هنا هل أن شيعة أحيوا أمر الحسيني عبر تأريخ الغيبة الكبرى ما أعتقده بحسب فهمي ليس بالضرورة أن يكون فهمي فهمي مصيبا للحقيقة ولكن بحسب فهمي وتتبعي أن شيعة لم يوفق عبر تأريخ عصر الغيبة الكبرى إلى أحياء أمر الحسيني صلوات الله وسلامه عليه هذا الكلام سيقودني سيقودني إلى المشروع المحمدي القرآن صريح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هذا هو المشروع المحمدي يتحقق في بداياته متى عند اللحظات الأولى من عصر ظهور إمام زماننا ويتكامل المشروع في المرحلة الأخيرة من عصر الرجعة العظيم في الدولة المحمدية الخاتمة حيث عبرت أحاديث العثرة عنها بجنة الدنيا هذا المشروع المحمدي الكبير الحسين وعاشراء النقطة المتوهجة في كل هذا المشروع الكبير فمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلى يوم عاشراء جميعا كانوا يعدون ليوم عاشراء وتحققت عاشراء بحسب ما أراد الحسين ومن يوم عاشراء إلى يوم الظهور أئمتنا صلوات الله عليهم أرادوا منا أن نحيي المشروع الحسيني وفقا لما يريدونهم أن تتشكل الحاضنة الحسينية العقائدية التي تشكل ركنا أساسيا في التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم هذا الأمر لم يتحقق إلا في زمان أئمتنا فقط بحسب ظروفهم نعنى إذا أردنا أن نقرأ سيرة الأئمة فإن هذا الأمر تحقق في زمان إمامنا الصادق بحسب زمانه وتحقق في زمان إمامنا الرضا بشكل واضح منذ بداية عصر الغيبة الكبرى يعني منذ سنة 329 للهجرة وإلى الآن لم نلمس شيئا على أرض الواقع الشيعي أن برنامجا أو أن عملا أو أن مشروعا شيعيا يحاول أن يعانق بينما قام به الحسين في كربلاء في عاشراء وبين مشروعي إمام زماننا صلوات الله وآله وآله لا نجد تفعيلا لهذا المعنى وأدل دليل على ذلك هو خلو المكتبة الشيعية من كتاب يتحدث ولو بنحو بعيد عن هذا الموضوع هذه المكتبة الشيعية موجودة وهذه كتب علمائنا وكتب خطبائنا وهذه الأجواء الحسينية نحن الآن إذا أردنا أن نتفحص في تفاصيل الأجواء الحسينية إن كان ذلك في الحسينيات أو في المواكب أو في الهيئات أو في أجواء الخطباء والشعراء والنائحين والرواديد إننا نجد فصاما واضحا بين هذه الأجواء وبين أجواء إمام زماننا الحجة بن الحسن واضح إذا ما تتبعتم الرواديد أو تتبعتم الخطباء حينما يتعرضون لذكر الإمام الحجة يكون ذكرهم بمثابة إقحام في الموضوع وكأنهم يتفضلون بذكر صاحب الأمر فهم يتحدثون عن كل شيء ولكن في بعض الأحيان يقولون مثلا إننا في هذه اللحظة أو في هذا المقطع من الزمن أو من المجلس أو في جو هذه الشعائر الحسينية التي تتخذ شكلا من الأشكال المعينة المختلفة من أننا سنذكر الإمام الحجة بينما العقيدة تلزمنا أن نجعل الذكر كله لإمام زماننا هناك فصام واضح جدا بينما يجري في الأجواء الحسينية وبين أجواء إمام زماننا ومرد هذا إلى الخلل الكبير في علاقة الشيعة بإمام زمانها وهذه القضية مردها إلى المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ورسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد التي وصلته سنة 410 للهجرة وهو توفي سنة 413 للهجرة كلام إمام زماننا واضح وهو يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة مذجنح كثير منكم الخطاب موجه لفقهاء الشيعة وعلمائها ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون خلل واضح بتصريح إمام زماننا خلل في علاقة أكثر مراجع الشيعة وأكثر علماء الشيعة خلل في علاقتهم بإمام زمانهم هذه القضية جرة الويلات في الجانب العقائدي في الجانب الفكري على واقعنا الشيعي وإلى يومنا هذا واقع كهذا الواقع لا يمكن أن ينتج عملا حسينيا بالنحو الذي يريده أئمتنا صلوات الله عليهم في إحياء أمر الحسين بالنحو الذي يقودنا إلى التمهيد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذه القضية واضحة وبينة لمن كان مهموما بهذا الأمر ومتتبعا للتأريخ الشيعي عبر زمان الغيبة الكبرى كما تعارف الشيعة أن يطلقون عليها هذه التسمية وهي الغيبة الثانية فإحياء لأمر الحسين بهذا المعنى لا وجود له هناك أمر آخر ربما ربما طرح البعض هذا المعنى من أننا ننتفع من الأجواء الحسينية ومن الثقافة الحسينية في إصلاح الواقع الاجتماعي والسياسي قد نجد في التأريخ صورة هنا أو هناك في هذا البلد أو في ذاك البلد عبر تأريخ الغيبة الكبرى من أن مرجعا دينيا من أن زعيما مجتمعيا من أن قائدا سياسيا وظف موضوع الحسين صلوات الله وسلامه عليه في إصلاح اجتماعي بحسب ما هو يعتقد أو في إصلاح سياسي هذه القضية قد نجد لها آثارا هنا أو هناك ولكنها في الحقيقة لا علاقة لها بإحياء أمر الحسين بحسب ما يريده أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا المضمون قد يكون حسنا قد يكون حسنا لا من وجهة نظر اعتقادية وإنما من وجهة نظر إنسانية فإذا كان بالإمكان أن ننتفع من ثقافة الحسينية للإصلاح المجتمعي أو للإصلاح السياسي فهو أمر حسن لكن هذا هل هو الذي يريده أئمتنا أبدا إذا ما أردنا أن نعود إلى ثقافتهم ثقافتهم إذا ما أردنا أن نعود إلى ما كانوا يريدونه مننا وهذا الأمر في واقعنا المعاصر محصور جدا وتلبس به كثير من التنظيمات السياسية الشيعية التي هي مشبعة بالفكر القطبي فتنظيمات السياسية الشيعية منذ بداية الخمسينات وإلى يومنا هذا هي تنظيمات مشبعة بالفكر القطبي وبسبب ميولها ونزعتها القطبية توجهت إلى توظيف الثقافة الحسينية بهذا الاتجاه باتجاه الإصلاح المجتمعي أو الإصلاح السياسي وأنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه النقطة الذي كان موجودا عبر تأريخ الغيبة الكبرى وليتحدث عن عصرنا عن المقطع الزماني الذي بدأ في بلادنا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية لماذا أشير إلى هذا المقطع لأن العالم حدثت فيه تغيرات كبيرة جدا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية تشكل العالم من جديد على جميع المستويات منذ تلك الفترة وإلى ما قبل سنة 2003 حينما سقط النظام البعثي الصدامي المجرم في العراق كانت الشعائر الحسينية وكانت الأجواء الحسينية وكان العمل الحسيني في واقعنا الشيعي وبنحو دقيق هو إحياء للمناسبة الحسينية وليس إحياء لأمر الحسيني هو إحياء للمناسبة الحسينية بنحو طقوس ولا يوجد شيء آخر الآن نحن بين أيدينا ثلاثة عنوين العنوان الأول إحياء أمر الحسين وهذا لم يتحقق منه شيء عبر تأريخ عصر الغيبة الكبرى تحقق منه ما تحقق في زمان الأئمة كما قلت قبل قليل له صور واضحة في زمن إمامنا الصادق في زمن إمامنا الرضا بحسب زمانهم وبحسب ظروفهم العنوان الثاني ما يرتبط بالإصلاح المجتمعي والسياسي وهذه صور متناثرة عبر تأريخ الشيعة في زمن الغيبة الكبرى وقطعا لا علاقة لها بإحياء أمر الحسين وإنما هو انتفاع المجتمع انتفاع السياسيين انتفاع الناس من الأجواء الحسينية وقلت هو شيء حسن إذا وظف في خدمة الإنسان ولكن لا علاقة لهذا الموضوع بأصل البرنامج الذي أراده أئمتنا أما ما جرى في واقعنا الشيعي إلى ما قبل 2003 كان هناك إحياء للمناسبة الحسينية الخطباء الشعراء الرواديد الهيئات المواقب الحسينية الجو الذي نحن عشناه كنا صغارا جيلي والجيلي الذي قبلي عشنا الأجواء الحسينية على هذا الأساس الشيعة تحيي المناسبة الحسينية بنحو طقوسي وليس هناك لا من أثر ولا من عين لا لإحياء أمر الإمام الحسين ولا حتى في دائرة الإصلاح المجتمعي والإصلاح السياسي وإنما هذا أمر صار خاصا بالتنظيمات السياسية الشيعية المعارضة وتلبست به لأنها أشبعت بالفكر القطبي وهي من جهة أخرى كانت تحارب الطقوس هذه الأحزاب الشيعية كانت تحارب الطقوس وتعد توجهها للإصلاح السياسي وللإصلاح الاجتماعي هو هذا الذي يريده الحسين وقطعا لا أقول حرفوا كلام الحسين وإنما أساء فهم الحسين حين رفع شعار الإصلاح إلا أريد أن أخوض في هذا المطلب ومن أراد أن يعرف حقيقة مشروع سيد الشهداء بحسب ما جاء ذلك في ثقافة الكتاب والعترة أعتقد أن برنامج يا حسين البوصلة الفائقة قد تكفل ببيان جانب مهم من هذه الحقيقة فالشيعة إلى ما قبل 2003 كانوا يحيون المناسبة الحسينية بشكل بشكل طقوس ولكن مع وقار مع أدب فهناك وقار في اللباس وقار في الأفعال وقار في الكلام على سبيل المثال الشعر الذي كان ينظم الذي كان ينظمه الشعر كان شعرا مؤدبا كان شعرا على وقار وعلى احترام يمكنني أن أقول من أن مرحلة الثمانينات ومرحلة التسعينات كانت القصائد الحسينية تنظم بطريقة وقار الكلمات احترام المعاني والمضامين واضح جلي فيها أنا لا أتحدث عن مثاليتها وإنما أصفها بهذا الوصف بالقياس للذي حصل بعد سنة 2003 فأنا لا أتحدث عن المثالية هنا لا توجد مثالية أساسا إحياء المناسبة الحسينية بشكل طقوسي هل هو هذا الذي يريده أئمتنا الجواب كلا أئمتنا يريدون منا أن نحي أمر الحسين الشعائر الحسينية وهذه الطقوس بحسب ما هي على أرض الواقع الشيعي وأتحدث عن مرحلة ما قبل 2003 حينما كانت تؤدى بوقار واحترام وهناك آداب وأعراف معينة قطعا بسبب الظروف السياسية والاجتماعية التي كانت حاكمة آنذاك ولا أريد أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة فهذه الطقوس هل هي التي يريدها أئمتنا بالدرجة الأولى هذه أمور ثانوية بالدرجة الأولى أئمتنا صلوات الله عليهم أرادوا لهذه الطقوس أن تكون عوامل تحريك وتوجيه للواقع الشيعي باتجاه المشروع المهدوي الأعظم لا أن تكون مجرد ممارسات ينفس فيها الإنسان عن عواطفه ويظهر جزعه لإظهار الجزع فقط ويعلن حزنه وبكاءه ما هذه بأمور سيئة ولا أنا من الداعين إلى محاربتها وإلى مقاطعتها أبدا ولكنني أقول إن الأئمة لا يريدون هذا يريدون هذا بشروطها فإن الأئمة يدفعوننا باتجاه المعرفة السليمة فإن الأئمة يدفعوننا باتجاه العقيدة الواضح بعد 2003 أنا لا أتحدث عن الجميع لكن التفاهة صارت واضحة في الأجواء الحسينية والسفاهة واضحة في الأجواء الحسينية الشيخ ما هي هذه الأسباب التي أدت إلى فقدان الاحترام والوقار مثل ما أشرتم إلي على مستوى الممارسات الحسينية هناك قطعا مجموعة من الأسباب السبب السبب الرئيس الأول الشيعة لا يملكون شيئا لا أقول يملكون شيئا من ثقافة أهل البيت أقول لا يملكون شيئا من ثقافة أهل البيت الآن أنت إذا أردت أن تنظر إلى مجلس أي خطيب من الخطبة وبالمناسبة هذا الأمر كان موجودا سابقا الخطيب يبدأ كما تعرفون صلى الله عليك يا أبا عبد الله هذه الصيغة التي نعرفها في المجالس الحسينية فماذا يقول ماذا يقول يقول فاز من تمسك بكم وَأَمِنَ مَنْ لَجَأَ إِلَيْكُمْ بعد ذلك ينتهي يأتي بآية كي يفسرها من الفخر الرازي هذا المقطع الأول مقطع شيعي فاز من تمسك بكم ولكن أين هو التمسك مَنْ مُرَادْ مِنْ التمسك وَأَمِنَ مَنْ لَجَأَ إِلَيْكُمْ هَلْ لَجَأَ إِلَيْهِمْ عَقَائِدِيَّةً؟ هَلْ لَجَأَ إِلَيْهِمْ مَعْرِفِيَّةً؟ هَلْ تَمَسَكَ بِهِمْ تَفْسِيرِيَّةً؟ أَبَدًا هذه العبائر الأولى عبائر شيعية تنتسب ثقافيا إلى آل محمد ولكنها عبارة عن كليشة مجرد كليشة يفتتحون بها الحديث لا يلتفتون إلى ما يقولون وعمليا بشكل عملي الجلاس أيضا على نفس الشاكلة الجلاس أيضا يرددون مع الخطيب ويهزون رؤوسهم فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وبعد ذلك يعبون من الفكر الشافعي ومن الفكر المعتزلي ومن الفكر القطبي ومن كل فكر مخالف لأهل البيت وفي الأثناء قد يتحدثون عن كمال أهل البيت عن عظمة أهل البيت بنحو إنشاء أدبي ثم يذهبون إلى المصيبة فيأتون بنعي يقلل من شأن أهل البيت إلى أبعد الحدود فأين هي عظمته أنا لا أدري عبارة عن مجموعة من الرقع المهترئة هذا هو المجلس الحسيني فهل يصنع مجتمعا يمتلك معرفة تقوده إلى المستوى الذي تحدثت عنه بأن يملك هذا المجتمع من العقول والأفهام والمعرفة ما تكون عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة كما يريد أئمتنا لنا ذلك وهذا المعنى لا وجود له على أرض الواقع هذه هي النقطة الأفضل في شعائر الحسينية بحسب ما يعتقدون لأن الجميع يصغون لهذا الخطيب ولهذا المتحدث وهذا هو الذي يقوله الخطيب يأتينا بمقطع شعي يخالفه عمليا يتحدث بأسلوب إنشائي سطحي عن أهل البيت وفي بعض الأحيان يسيئون في حديثهم حين يتحدثون مثلا عن أمية المعصوم وحين يتحدثون عن مرض الإمام السجادي وأنه مصاب بالإسهال والحكاية طويلة فقط استكمالا لهذا الكلام يعني أحنا عرفنا من خلال برامجكم وخلال الكلام الآن مصادر هذه الفقرات من هذه الخطة مثلا ولكن النعي بطريقة لسان الحال لسان حال المعصوم من أي أتت هذه الظاهرة ومتى بدأت إذا أردنا أن نعود إلى النعي إذا كان المراد يعني من النعي الشعر وهذا الشعر ينشد بلحن معين فهذا الأمر بدأ منذ الأيام الأولى بعد واقعة عاشرة فهذه القضية كانت شائعة في الجو العربي الأئمة أيضا كانوا يطلبون من الشعراء أن يقرأوا بهذه الأطوار الحزينة فهذا أمر تأريخه قديم فبعض الشعراء حين يدخلون على الإمام الصادقي ويقرؤون الشعر إلقاءا يطلب منهم أن يقرأوا الشعر بالألحان التي تقرأ بها الشيعة في العراق مثلا هذا أمر مذكور موجود في كتب الحديث وفي كتب التأريخ حين وصلنا إلى الشعر الشعبي بعضه شعر يجتمل على معاني صحيحة وهو منظوم بأسلوب يظهر فيه معنى الإحترام والتوقير للحسين صلوات الله وسلامه عليه ولآله الأطهار ولكن هناك الكثير والكثير من هذا الشعر الشعبي الذي يقرأه الخطباء وبالمناسبة أنا أسمعه وأعرف هزاله ولكنني أبكي عليه لأننا تعودنا عليه منذ صغر تعودنا أن نبكي على هذه الأشعار مع أنها تخالف ثقافة الكتاب والعترة سبب هذا الجهل وسبب هذا شيوع الثقافة القروية وانتشار الفهم البدوي وابتعاد الشيعة عما جاء في مضامين الزيارات الشريفة من يقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة لا يمكنه حين ينظم شعرا أن يستسيغ هذه المعاني التي تنتقص منهم صلوات الله عليه ولكن هذا هو الواقع الشيعي ومع ذلك فهذا الشيء ما هو بالأسوأ هناك الأسوأ والأسوأ في أيامنا هذه أكثر القصائد الآن تظهر عليها معاني السفاهة والتفاهة وتظهر عليها الإساءات الواضحة بحق الحسين وآل الحسين ويضاف إليها الألحان السفيهة هي أيضا ويضاف إليها التعامل السفيه من قبل رواد هذه المجالس مع الرواذيد ومع الخطبة هناك سفاهة واضحة جدا بدأت تظهر منذ سنة 2003 قطعا ليس من الأيام الأولى ولكن شيئا فشيئا أنت سألتني عن الأسباب قلت إن السبب الرئيس هو أن الشيعة لا الخطباء ولا الشعراء ولا الرواديد ونحن مبتلون بنحو عام أكثر الرواديد يعانون من حالة من الأمية الثقافية الدينية فضلا عن الأمية الثقافية في شائر الأبواب الأخرى ولكن أكثر الرواديد يعانون من الأمية الثقافية الدينية وحتى شعراء أكثرهم يعانون من أمية ثقافية عقائدية ومن أمية ثقافية تأريخية بحسب منهج العترة الطاهرة وهذا هو الذي يجر الويلات على الثقافة الشيعية أنا هنا لا أريد أن أناقش كل صغيرة وكبيرة وإنما هي خطوط عامة للحديث في أجواء هذا الموضوع قطعا هناك أسباب أخرى أنا تحدثت هنا عن السبب الرئيس هناك أسباب أخرى منها مثلا الحرية التي تحققت للشيعة في العراق في قضية إقامة المآتم الحسينية وإنشاء الحسينيات وبسبب هذه الحرية وبسبب وسائل التواصل الاجتماعي وبسبب ثقافة دخلت أيضا على أن الرواديد بدأوا يقلدون المغنين والمطربين والجماهير أيضا التي تعجب بهم مجموعة من التفاصيل الكثيرة لا أريد أن أتحدث عن صغيرها وكبيرها في هذا البرنامج المحدود هناك مجموعة من الأسباب أدت إلى حالة السفاهة والتفاهة التي بدأت تنتشر وتهيمن على أجوائنا الحسينية الخطباء الآن هدفهم الأول والأخير هو إبكاء الناس لأن القضية هكذا تحولت بقدر ما يبكي الناس بقدر ما ينال من الدولارات وبقدر ما يبكي الناس بقدر ما تتجمع الناس حوله تتمسح به وتتبرك به صارت القضية هكذا فماذا يصنع الخطيب وخصوصا المجالس صارت كثيرة والخطباء كثيرون فعليه أن يبحث عن كل كلام ولو كان هزيلا لكي يبكي الناس يبكي الناس على الحسين أو على غيره هناك من الخطباء من يبكي الناس على مصائبه الشخصية وعلى مصائب عائلته وهناك من الخطباء من يحدث الناس عن مصيبة أي شخص لأجل أن يثير أحزانهم ولأجل أن تتدافع دموعهم يعني هنا الدافع الرئيسي الأموال هذا جزء من قضية الأموال جزء من قضية النجومية في المجتمع بعيث الناس تتمسح بهم هذا جزء من القضية الشهرة والخروج على الفضائيات وعلى الإنترنت هذا جزء من القضية قضية تتألف من عدة أطراف فضلا عن العلاقات الاجتماعية والعلاقات التي تربط هؤلاء بالمسؤولين الحكوميين الذين يستطيعون من خلالهم أن يحصلوا على كثير من التسهيلات ومن المطالب التي يريدون تحقيقها قضية مفصلة أنا لا أريد أن أناقشها من جميع الاتجاهات لكنني حين أتحدث عن الأجواء الحسينية وأن تقدها إنني أتحدث عن هذه الجهة فأنا لا أطالب الأجواء الحسينية أن تحيي فعلا أمر الحسين كما يريدون صلوات الله عليهم فهذا الأمر ليس موجودا على أرض الواقع عبر تأريخ الغيبة الكبرى أنا لا أطالب بهذا فأنا نفسي عاجز عن القيام بهذا فكيف أطالب به ولست من أولئك الذين هوسهم في التنظيمات السياسية وفي الجو القطبي وأن يكون تحركهم باتجاه توظيف الحسين لإصلاح كما يقولون مجتمعي وسياسي ما قبضنا منه ولا شيء في كل الواقع الشيعي وقبضنا العكس من ذلك أنا أطالب أن تعود الأجواء الحسينية إلى واقعها السابق قبل سنة 2003 إلى إحياء للمناسبة الحسينية ولكن على وقار واحترام هذا الذي أطالب به وهذا الذي تحدثت عنه وهذا أمر لا يريده آل محمد هذا أمر لا يريده آل محمد بالأولوية إذا كانوا يريدونه فإنهم يريدونه على حاشية الموضوع لأن الأولوية عند آل محمد هو ما يجعلنا نمازج بين مشروع الحسين وبين مشروع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الموضوع كبير وإجابتي صارت طويلة ولكنني أعود إليكم إذا كان هناك من تعليق أو من سؤال أو من مداقع